والآن نشرة أخبار الجماعة وتشاهدون فيها ملخصا لخطوة الجماعة الماضية التي ألقاها مولانا أمير المؤمنين نصره الله الجماعة الإسلامية الأحمدية في المملكة المتحدة تعقد الندوة الوطنية الثالثة للقرآن الكريم مجلس خدام الأحمدية في تنزانيا ينظم معسكرات تربوية للخدام والأطفال في جميع أنحاء البلاد مجلس ناصرات الأحمدية في إيرلندا يعقد اجتماعه الوطني الثاني عشر وإليكم تفصيل النشرة أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في النشرة الأسبوعية لأخبار الجماعة والتي نقدمها من ستوديهاتنا في لندن نستهل نشرتنا بملخص لخطبة الجماعة الأخيرة التي يلقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بسم الله الرحمن الرحيم نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في اسلامباد بالمملكة المتحدة في الثالث من شهر إبريل نيسان الجاري حيث قال في الظروف الرهينة ووفق القوانين المحلية التي سنتها الحكومة يمنع الاجتماع وإلقاء الخطبة أمام الناس ونحن نعمل بحسب ما يسمح به القانون فقد دبرنا أن ألقي الخطبة من المسجد بحيث يستمع لها الآلاف بل مئات الآلاف في العالم وإن لم يكونوا أمامي في المسجد فإن بغي أن ندعو الله كثيرا أن يحسن الظروف وتقام صلاة الجمعة كما كانت تقام في الماضي وأن تعمر المساجد كما في السابق كنت قد بدأت في ذكر الصحابي طلح بن عبيد الله رضي الله عنه الذي استشهد في معركة الجمل وأود أن أذكر شيئا للرد على بعض التساؤلات حول هذه المعركة فقد ورد في صحيح البخاري أنه عندما قرب أجل سيدنا عمر رضي الله عنه طلب منه الناس أن يكتب وصية أو يعين أحدا خليفة من بعده فقال لا أرى من يستحق الخلافة غير الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم راض عنهم وذكر اسم عثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وقال إن عبد الله بن عمر سيشترك للمشورة دون أن يرشح للخلافة وإن أعطيت الخلافة سعدا فسيكون هو الخليفة وإلا من عين خليفة فعليه أن يستعين بسعد وأوصى الذي سيكون الخليفة بعده أن يؤدي حقوق المهاجرين ويكرمهم ويعامل الأنصار معاملة حسنة لأنهم آو المهاجرين ويعامل كل أبناء البلد معاملة حسنة لأنهم يدافعون عن الإسلام وقال أوصيه بأهل البادية خيرا لأنهم أصل العرب وأوصيه بأهل الذمة خيرا وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفهم فوق طاقتهم ونصح بأن على الستة أن يقرروا خلال ثلاثة أيام من سيكون الخليفة القادم وجعل صهيبا إمام الصلاة وقال إن عليهم أن يتفقوا بالأغلبية وإن كان هناك ثلاثة ضد ثلاثة فعبد الله بن زبير يقرر فاجتمعوا ولم يكن طلح في المدينة وقال أحدهم من يريد أن يسحب اسمه فله ذلك فسحب عبد الرحمن بن عوف اسمه ثم تبعه اثنان آخران وظل علي ساكتا واتفقوا أن يقرر عبد الرحمن بن عوف فذهب إلى كل بيت في المدينة وسأل الناس وأقر جميعهم أنهم يريدون عثمانا رضي الله عنه خليفة فتولى عثمان الخلافة ومن بعده سيدنا علي رضي الله عنهما ولكن هل بايعه طلح والزبير وعائشة أم لا فقد ورد في رواية أن أحد مر بقرب طلحة وكان في حالة النزع الأخير فسأله من أي حزب أنت؟ فقال من حزب علي فقال له طلحة مد يدك لأني أريد مبايعة علي ثم ذكر ذلك لعلي فقال الله أكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله لم يرد له دخول الجنة دون بيعته أما السيدة عائشة رضي الله عنها فقد ندمت ندما شديدا وتمنت أنها لم تخرج أما طلحة والزبير فقد كانا من العشرة المبشرين بالجنة وإن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم صادقة وهما قد بايعا عليا رضي الله عنه أما معركة الجمل فقد أراد طلحة والزبير وعائشة معاقبة قاتلي عثمان أولا فأرسل علي شخصا إلى عائشة يسألها فقالت أنها تريد الإصلاح ثم ذهب هذا الشخص إلى طلحة والزبير وقال لهما هل تريدان الحرب من أجل الإصلاح؟ لأن نتيجتها الفساد لذلك يجب أن نتحدى وبعد ذلك يمكن أن تأخذا بالثأر وإلا ستكون هناك فتنة فقالوا إن كان علي يريد ذلك فيجب أن لا تكون هناك حرب وعندما وصل هذا الخبر عبد الله بن سبأ وأصحابه اضطربوا وقالوا إن حصل الصلح بين المسلمين فلن تكتمل خطتنا وصل علي وقابل الزبير وقال جهست جيشا لمواجهتي ألست أخاكم؟ كانت الدماء محرمة فكيف حلت الآن؟ ما الذي تغير الآن؟ ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأنك ستحارب عليا وستكون أنت الظالم؟ فرجع إلى جيشه وقال أنه لن يحارب وأقسم على ذلك إلا أن المفسدين لم يرتاحوا لذلك وعندما جن الليل أطلقوا السهام كل على الطرف الآخر فظن كل طرف أن الطرف الآخر قد شن عليه الهجوم قال علي رضي الله عنه فليخبر أحدهم السيدة عائشة أن الله يريد أن يقضي على الفتنة من خلالها ولما أراد الوصول إليها أطلقوا السهام عليها فقالت أيها الناس اتقوا الله كان جمل السيدة عائشة محط الأنظار وكان الصحابة يستشهدون أمامه والزبير لم يشترك في الحرب وقتله أحد الأشقياء وهو يصلي ولما اشتدت الحرب فكر البعض بأنهم لو قتلوا الجمل لانتهت الحرب فقطعوا أرجله وانتهت الحرب وعندما رأى عليه جثة الزبير تأسف كثيرا ولعن قاتله وفي ختام الخطبة قدم أمير المؤمنين نصره الله بعد النصائه عن الأوضاع الحالية في ضوء كلام المسيح الموعود عليه السلام وقال في هذه الأيام يجب أن تنظف البيوت والثياب بكثرة هذه الأيام صعبة وعصبة وإن المحافظة على الطهارة من السنة والذين انتشر في بلادهم وقراهم وباء الطعون يجب أن لا يذهبوا إلى قرى أخرى ويتوبوا توبة صادقة ويدعو الله تعالى في التهجد ثم قال نصره الله ينبغي أن ترش البيوت بمعقم لقتل البكتيريا والفيروسات ندعو الله تعالى أن يمن علينا العافية بفضله ويرحم الجميع آمين أعزائي المشاهدين ننتقل الآن إلى الخبر الأول في السادس عشر من فبراير شباط الفائد وقدت الندوة الوطنية الثالثة للقرآن الكريم في مسجد بيت الفتوح بدأ الحدث بتلاوة من القرآن الكريم فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ولي فويل للقاسية وترأست جلسة الأولى السير افتخى رياز وتضمن الحدث العديد من العروض والخطب حول دراسة القرآن الكريم حضر الحدث أكثر من سلامة سمئة رجلا وامرأة وقد تدمن مسابقة مع خمس فرق أقليمية تنافست فيما بينها حول معارف القرآن تم منح الشهادات لثمانية وثلاثين مدرسا جديدا للقرآن الكريم وترأس الجلسة الأخيرة للحدث الأستاذ أكرم أحمدي وانتهى الحدث بالدعاء الصامد وإليكم تفصيل الخبر الثاني من تقاليد مجلس خدام الأحمدية في تنزانيا أنه في نهاية كل عام ينظم معسكرات تربوية للخدام والأطفال في جميع أنحاء البلاد وبفضل الله تعالى عقدت هذه المعسكرات بنجاح هذه السنة أيضا في هذه المخيمات يحصل المشاركون على فرصة لتعلم أشياء كثيرة عن الإسلام والجماعة الإسلامية الأحمدية تم إلقاء الخطب والمحاضرات المختلفة خلال هذه المعسكرات كما تم تقديم دورات تدريبية حول مختلف جوانب حياة المسلمين ثم اقتتم الحدث أمير الجماعة والداعية المسؤول في تنزانيا مولانا طاهر محمود شودري خلال زيارته للمعسكر التربوي في المنطقة الجنوبية والذي عقد فينا شانجوا بمشاركة 180 شخصا وهوزع الجوائز على الفائزين في مقتلف المسابقات كما زار السيد حسن نوجا رئيس مجلس خدام الأحمدية في تنزانيا والوفد المرافق له بعض المناطق للإشراف على المشاركين في معسكرات التربية وتسجيعهم واختتم زيارته في منطقة موروجرو حيث ترأس الدور الأخيرة لهذا المعسكر كما أرسل الأمير والداعي المسؤول في تنزانيا نصائحه للمشاركين من خلال المكالمة الهاتفية أعقدت هذه المخيمات في جميع أنحاء البلاد وشارك فيها عدد كبير من الخدام والأطفال وكانت ناجحة ومفيدة جدا بارك الله في جهودهم ووفقهم لما يحبه ويرضى آمين وأما خبرنا الثالث في هذه النشرة بفضل الله تعالى عقد مجلس ناصرات الأحمدية في إيرلندا اجتماعه الوطنية الثاني عشر في مدينة لوكان بدابلن وذلك يوم الأحد العشرين أكتوبر تشرين الأول الفائد وقد جاءت الناصرات من جميع أنحاء البلاد للمشاركة في هذا الحدث المبارك الذي اتاح الفرصة لهن للقاء بعضهن بعضا والمشاركة معا في أنشطة ممتعة ومفيدة بدأت إجراءات الاجتماع بتلاوة من القرآن الكريم ثم ردد جميع الحاضرات عهد الناصرات ثم عقدت المسابقات الأكاديمية مثل التلاوة والقصائد والخطب كما أقيمت مسابقة فيس تو فيس على غرار البرنامج الذي يحمل نفس الاسم ويبس على قناة MTA الدولية كما جرت مسابقات غير أكاديمية مثل صندوق الغداء وإعداد الصلطة والسندوشات وترتيب صينية غداء صحية وكان موضوع مسابقة الرسم كيف أشعر كوني مسلمة كما جرت المسابقات الرياضية المختلفة مثل سباق المئة متر وسباق تخط الحواجز وكرة السلة وقيم معرض للفنون والحرف حيث عرض عناصر صنعاتها الناصرات مثل مجسم للكعبة المشرفة ولوحات بأسماء الله الحسنة قلدت جوائز المسابقات الأكاديمية وغير الأكاديمية والعديد من الشهادات والجوائز إلى الناصرات على إنجازتهن المختلفة خلال العام مثل اختبار منهاج الناصرات ومسابقة كتابة المقال وأداء الصلوات وحفظ مقتطفات من خطب الجمعة لسيدنا أمير المؤمنين نصره الله وبعد توزيع الجوائز ألقت رئيسة لجنة إماء الله الكلمة الختامية بلغ إجمالي الحضور تسع نسلسون ناصر وسبع فتيات دون سن السابعة وفق الله ناصرات الأحمدية لمواصلة التفوق في نشاطاتهن آمين بهذا نأتي إلى خطام نشاطنا وللمزيد من المعلومات يوجد متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا